سريعا جاء تحرك نواب البرلمان الجديد من قرار البرلمان الأوروبي حيث دع نواب مبادرة لينتصر الشعب إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للرد على ما اعتبره تدخلا سافرا للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي التونسي وفي قضايا سيادية احنا ما نستنوش دروس من ناس هذومة ورغم أننا نريد أن نحافظ على علاقاتنا مع كل الدول في كنف الاحترام احنا ما ندخلوش في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومن حق الدولة التونسية اللي الشعب التونسي هو اللي اعطاها الحق في أنها تكفلوا أمنه وتكفلوا استقراره وأنها تحقق مع الناس المشبوهين اللي هما متهمين قارنة البراءة تظلوا موجودة ولكن من حق الدولة التونسية أن تحقق مع الناس هذومة من خطاب سماه القلق على وضع الحريات إلى المطالبة بإطلاق صراح الموقوفين على ذمة القضاء في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة إلى الإعلان عن إيقاف المساعدات المادية لوزارتي العدل والداخلية تدرج موقف البرلمان الأوروبي ليتخذ منحا تصعيديا يأتي فيما أعلنت البلاد عودة البرلمان إلى العمل والخروج من الوضع الاستثنائي معركة السيادة تدار بشيئين التحصين الجبال الداخلية بتأمين ائتلاف وطني يمزج بين ما هو داخل وما هو خارجي وثانيا بتأمين الواقع الاجتماعي والاقتصادي التونسي بما يجعل الاتلاف قائما حول أهم المواضيع المشتركة عبر التلويح بالضغط الاقتصادي اختار البرلمان الأوروبي أن يتحركه وهو يدرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد قد يكون البرلمان الجديد في مقدمة مؤسسات الدولة المدافعة عن سيادة القرار الوطني غير أن معركة الدفاع عن السيادة تستدعي أيضا وحدة الصف داخليا واستقلالية في الخيارات الاقتصادية عيمة شتارة تونس الميادين